اشنو هي الاعشاب اللي منتشرة في الاستعمال واش هاد الاعشاب صحية او هاد الاعشاب خاطيرة فاول حاجة هو برس طمني دير واحد ضجة كبيرة درجة انك تلقى الناس فنحضرت في مستشفيات دير العلاج دير السرطان لكين الناس كيكونوا كيادروا مع بعض اياتهم كتقول لالاخت ديالها ولا متلا قاربة ولا كتقول شي صادقة ديالك تقول له بدي بلا ما يبقى تقول لالاخت دير الحساس هادو مثلا ولا بلا ما تبقى دير الحساس وتمشي وتاخذ برس طم نحن نسلقوا عليها الراحة وكي يولي الاجتهاد في الوصفات برس طم كيتخلط بالعسل برس طم كان خلطه في شكل عاصير مثلا مع مواد اخرى فاشنو هو برس طم هو البربيريز هاد النبتة هاد نحن كسيادلة ونحن ككيميائيين كنعرفو الخطورة ديالها اذن شنو فيها في واحد لالكالويد لي هو خطير شنو كيديراد لالكالويد هاد الالكالويد كي حبس لنا كيقدر يع عن الطرابات في الدقاءات ديال القلب كيمكني عليهن تנו عن الالترابات في الجهاز العصابي ولا BUT الخطير مع مرضى السرطان الذي يشفي الجامع هو انه بطل مفعول ديال العلاج الكيميائي إذا الانسان كيمشي يضيع وقته وكيمشي ضيع وقته وكيمشي ضيع الصحة دياله وكيد يع واحد الوقت ويأخذ هذا العلاج وفي الأخير هذا العلاج لا يقضي علاج لأنه يعطيناه ما يسمى الانتاغونيزم يعني يبطل لنا المفعول للعلاج الكيميائي زائد هذا الشي أنه يعطينا خمول للمناعة دينا والخطير الخطير الخطير اللي يمكن يعطيناه هو القصر الكلاوي إذن الانسوفيزانس غينال الإنسان كي بقصر كلاوي فتصور إنسان مريض بسرطان كيعالج وزائد القصر الكلاوي فهنا من كي تجمعوا هاد الحالات لا قدار الله لا قدار الله كتأدي للوفاة إذن برسطم مادة سامة ما نشربوها لا العلاج السرطان ولا العلاج أي حاجة أخرى هاد برسطم كيف ديرها هاد العشبة دكتور عيماد؟ فبرسطم عبارة على شجيرة هادن شجيرة صغيرة وكيكون فيها واحد ليفخوي كيكونوا حمرين كيشبهوا الحب ملوك كيكون طويل فهذه هي البربيريز هذه هي النبتة هذه كانت كتستعملش حال هذه في هذا شيء نهضر على في القرن 17-18 ولكن العلم الحديث والفاق ماكوبي يعني القانون المنظم للصيدالة منعات الاستعمال دير هذه المادة هذه للفم يعني بير أوس كتستعمل في استعمالات أخرى ولكن ممنوع الاستعمال ديرها عن طريق الفم وهذه العشبة ما زالك تتباع عندنا في المعشابات؟ موجودة المفروض تمنع التفل المغرب أكيد فهذه دائما تتبقى بين القوسين بحالة بحال مواد أخرى اللي هي سامة ومواد أخرى اللي ممنوعها في الفاق ماكوبي ولكن البيع ديالك يكون عن طريق ما ماشي للشرب يعني تستعمل من غير الشرب لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة